بالخطوة الجريئة والشجاعة وصف وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد قرار رئيس قيس سعيد إعادة العلاقات بين البلدين فيما تمارس القوى الغربية ضغوطا لإفشال التقارب العربي مع دمشق ناقشنا الأوضاع على الساحة العربية نحن نتمنى كلانا مزيد من الجهود التي تصب في مصلحة الأمة العربية وعدم السماح للقوى الأجنبية بتفتيت دولنا وشعوبنا لأن هذا هو مصدر القوى الحقيقي في عالم اليوم المباحثات بين الرئيس قيس سعيد والمقداد تناولت عودة القرار العربي إلى أصحابه والتعاون المثمر والبنى بين الأشقاء العرب وعالم متعدد الأقطاب لقاء مؤكد أنه يأتي لإذابة الجليد ودراسة فرص بناء أسس تعاون مثمر وبنى بين البلدين حصلت القطيعة بإملاءات وضغوط خارجية في زمن لم تكن لتونس حكومة يعتد بها وبمجرد ما تلمست تونس خطاها نحو استقرار جديد على أسس جديدة استفاقت ووعدت بعدها العربي وبعدها الإنساني كذلك واستعادت علاقاتها مع سوريا تونس الآن تدعم المحاولة التي قامت بها الجزائر العام الماضي لإعادة سوريا إلى الصف العربي في قمة الجزائر والآن تدعم هذه الخطوة على أن تقع في القمة العربية في الرياضة زيارة المقداد إلى تونس تأتي في إطار تحركات متسارعة تشهدها الساحة العربية تسبق قمة الرياض المرتقبة والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن السوريين والدفع باتجاه إعادة سوريا إلى حضنها العربي بعد أكثر من عقد من الجفاء بين البلدين تأتي زيارة المقداد إلى تونس لتؤسس منعرجا جديدا في العلاقات مع سوريا ثنائيا وعربيا أعمال تشترى تونس الميادين